موضوع التطبيقات سعادة النواب أعضاء اللجنة المحترمة أنه بداية العمل يجب أن يكون ضمن أسس علمية وضمن دراسات هندسية متخصصة واستشارية هيئة النقل البري بدأت منذ عدة أشر بتجهيز عطاء لدراسة احتياجات المملكة كافة محافظات المملكة من كافة أنماط النقل ما نسميه بالفردي من ضمنها التطبيقات الذكية العطاء تم حالته من خلال دارة العطاء الحكومية مدة العطاء ستتأشر في موسحات ميدانية ودراسات لواقعها والاحتياجات وربطها بذلك بالتقطيط الحضري لكافة المدن ومنع ذلك الاحتجاز سيتم النظر فيها ضمن خط موازي تقوم الهيئة بدراسة أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في هذا النمط لغاية الإجراء اللحق بهذا الخصوص طيب كان في حديث كم ترخيص للشركات كم تدفع ترخيص وكم تدفع ضرائب وكيف تتغول على الكبات سيدي الشركات تدفع حسب نظام الرسوم الصادر من رئاسة الوزراء تدفع مبالغ مالية أكيد معروفة وتتم استفاها كل سنة بسلتها وملتزمة في ذلك ولكبات عليه الرسوم معينة والأمور مراقبة من قبل هيئة النقل البري لكن هو كان الأمر يتعلق يمكن ما أشاره إله بأنه هل العدد الموجود يكفي أو لا يكفي لكل الشركات أم أنه بحاجة إلى توسع هذا ما ذكرته أنه حسب نتائج الدراسة اللي ممكن خلال إن شاء الله النصف الأول من عام 2024 لن تنتهي بمناعة المعطياتها ستم التعامل بذلك المعاملة بالمثل لكل الشركات كان في حديث أيضا تحت القبة قبل جلستين ثلاث أنه لا لا يا سيد الكريم نحن نتعامل مع الشركات أردنية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص ولا يجوز أنه أصلا توقع شركة ما غير شركة أردنية هذا الموضوع نعم هو معاملة والعقود أصلا هي متساوية اشتركوا في القناة